السلام عليكم شيخ خليد هل أستطيع تستسنن مع أخذ حكم التوقف في الصحابة أريد تتصل طيب نجاوبك إن شاء الله وعامة انه من داخل العراق ان الرقم بتاعه من بره العراق مسألة التوقف الصحابة دي يعني السلاح زوح الدين هل انت مثلا شايف ان الصحابة دول ليسوا بعدول فعلى ذلك انت توقفت فيهم مثلا يعني انت معاني توقف فيهم ان انت ما بتسبهمش وما بتحبهمش ولا توقف فيهم ان انت توقفت عن سبهم فانت لو توقفت عن سبهم بجزاك الله خيرا انت توقفت ان انت ما بتحبهمش لا ازاي ده محبتهم موجودة في القرآن الكريم طب يا سيدي جمع الصحابة او مجموع الصحابة او الغالب من الصحابة فانت ما تجيش مثلا عشان زمرة من المنافقين بقوا موجودين داخل الصحابة هتقول لي توقف عن الصحابة كلهم مش هينفع تقول لي طب ان الصحابة لازم نولابد ان احنا نشوف صحابي صحابي طب ما نفس الحكم برضو نشوفه على المسميات اللي وضعتموها في اثنى عشرة يعني اماما عندكم هل برضو نحطوهم تحت الميزان ولا ما يتحطوا تحت الميزان طرام يا بشر وانت بتعمل الصحابة على انهم بشر فاحنا برضو بنعملهم على انهم بشر ونحطوهم تحت الميزان ولكن احنا بنحطوهم تحت ميزان العدل لكن للأسف الشديد البعض منكم يضعهم او يضع الصحابة تحت ميزان الحقد قبل ميزان العدل فالله المستعان فريد تتصل توضح لي بس يعني معنى ايه انت تتوقف في الصحابة وبعدين انا عايز بس اوضح مسألة يا جماعة الخير الصحابة نقلت الدين لكن مش هما الدين الصحابة نقلت الدين لكن مش هما الدين انت مسؤول عن الدين مسؤول عن الدين مسؤول عن العبادات مسؤول عن الفقهيات مسؤول عن الايمان مسؤول عن اركان الاسلام اركان الايمان انت مسؤول لكن الصحابة مش هما الدين فالله المستعان فما تجعل حائل ما بينك وما بين الدين الحق اي حد ايا كان احنا ديننا مش جاي عشان حتى كمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاسلام ما جايش عشان النبي وإلا الاسلام جاء لو جاء عشان النبي كان النبي خلد في الارض لو شرائع جات للانبياء او المرسلين ما كان واحد منهم مات فشوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ما جايش عليه عشانه لا الاسلام جاء لشريعة لتحكم الارض منزلة من قبل الله على النبي صلى الله عليه وسلم لينشرها ونشرها النبي صلى الله عليه وسلم وافضت روحه الى الله فالمسألة هنا انتهت فما تجعل الحقد حاجز ما بينك وما بين الحق فالله المستعان يعني تحت مسمى بص تحت مسمى اهل البيت شوف اين بيحصل دلوقتي ايه قول بتحريف القرآن والشرك بالله دعاء غير الله لطن نياحة تطيين زحف كل ده تحت مسمى اهل البيت طب هم اهل البيت هم الدين برضو اهل البيت مش الدين حتى لو افترضنا انهما نقلت الدين كما نعتقد اشياء هم نقلة وليسهم الدين فيه فرق انه يكون هو ده الدين ويكون هو ناقل للدين